في الفنكوش هاخد رأيكم في نهايات الأفلام اللي أغلبها هيكون مش منطقي وهنبسي الفيلم ده بأمال بنت أشبه بالملاك وهتبقى فاكرة إن الحياة بتمشي بالحب والسعادة وطالما هي بتقدم حبها هتلاقي حب ولكن ربنا هيرزقها بزوج غاوغائي لدرجة غير طبعية ده غير إن هي كمان عندها قطة فكان بيعملها زي الزفن فهتكره حياتها وعشتها وجوازها وكل حاجة وفي يوم الأيام هيبقعد مع صحابه فهيجي صاحبه يشتكنه من المراد فهيقوله لا أنت لازم تحكمها أنت لازم تشكمها لحد ما مرة هيسافر فهيبعد صاحبه عشان يديها المرتب بتاعه وهتلاقي صاحبه غيره تماما وإما في الشياكة والأدب والأخلاق والاحترام فهتنجذب لي لأنه عكس جزهة تماما وبعد ما هيرجع بالسفر هيروح يقعد مع صحابه فهيلاقي صاحبه اللي كان بيشتكنه من المراد وقعد يعيط ويقوله دي ماتت وصابتني الوحدي وعمري ما قلت لها كلمة حلوة وانا اللي كنت السبب وانا 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 فهو هنا آه لا هيحس بتقنيب الضمير وحيكرر يتغير مع مرافته ولما هيروح يليه سعبانة فهيجيب لها الدكتور فكمان هيكتشف أن هي حاملة وهنا التغيير الفضيح هيحصل فهيكرر ينقلب 180 درج وهيبقى جميل وهيعمل قططع حلو على حسب الدراسات العلمية إن 95% ما بيتغيروش ولو إحنا قررنا نقول الدراسات العلمية ظالمة فهنقول إن 80% ما بيتغيروش وعلى حسب رأييانا الشخصي فبقول إن 99% من الناس ما بيتغيروش هو واحد في المية سبحان الله اللي ممكن يتغير فهل بقى حظاه أحف واحد من الواحد في المية دول أنا شايفة النهية نهية في الفنكوش بصراحة وإن ما فيش حد بيتغير وإن حتى لو اللحظة الراهنة اللي هو فيها أثرت فيه شوية صغيرين فالتغيير ده هيبقى وليد اللحظة دي وبعد كده وليد هيمشي ما تنسوش تقولولي رأيكم تويب سلام